خبر آخر وخبر الحقيقة وخبر إيجابي وسط الأزمة الاقتصادية اللي بيشهدها العالم إيه الخبر؟ الخبر أنه سجل مؤشر الأسعار العالمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو سجل انخفاض في يناير المنصرم بنحو 18% عن أعلى مستوى سجله في مارس الماضي بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وقالت الفاو أنه انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير خلينا عرف معنا الكلام ده إيه ومعنا هذا الخبر إيه من دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي بسأل خير حضرتك يا دكتور مصطفى منوارنا في التساعة بسأل خير يا فندس إزاي حضرتك أهلا وسهلا أهلا بيك لو تشرح لنا وتشرح لستاذ المشاهدين هذا الخبر شكرا فندس بكل بساطة خالص منظمة الفاو دي تتبع للأمم المتحدة دي من المنظمات العالمية بتشوف مستويات المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية على مستوى العالم كله على تقريبا 195 دولة في العالم وبتقول في تقريرها عن تقريبا العشر شهور الماضيين اللي هما في لغاية عشرين وعشرين حددت أن من أعلى مستوى كان الأفعار وسطناها في الزراع الغذائية انخفضت بمقدار 18% وده من أهم الأمور في الشق الإجابي القياس العالمي يعني العالم كله أو الدول بتحتاج لي القياس أو ليه تشوف مستويات الأفعار في العالم شكلها إيه منظمة الفاوة فندل أعلنت أن فيه تراجع 18% في البيئة بس ده من أعلى نقطة ندي لحضراتكم مثال حدي مثلا الضرة مثلا أو الأمح أو ما شبه أي محصول زراعي أنا بهدي مثلا التقريب الأعلى بتعريب وصل له مثلا صن الأمح ألف دولار لكن هو من أعلى سعر ده تدى يتراجع نزل 18% فده احنا بنسميك اقتصاديين أن المؤشر فيه تراجع للمحاصيل أو السلع الغذائية ده بيعتبر شيء إيجابي لأنه بيكون فيه زيادة بقى في المعروض ده يكون فيه زيادة في المعروض من السلع ده بيطمئن الحكومات أو المنظمات الدولية لحصولهم على السلع الاستراتيجية اللي احنا ده بنتكلم عنها أو السلع التنمونية أو ما شبه لذلك ده الترجمة أو التصور أو التفصير اللي عنهت المنظمة الفاوة دكتور مصطفى يعني حضرتك قربت لنا المشهد أو قربت لنا الصورة كده بشكل مبسط نقدر كلنا استوعبه لكن المواطن دلوقتي اللي يهمه ده هينعكس إزاي على الأسعار بالنسبة لي هتفرق معي أنا في إيه خلينا نقول يا فندي من أول أن الدولة لازم يكون مستويات الأسعار تنخفض في العالم علشان يأثر على المواطن في المرحلة التانية لأن الدولة مثلا بتستورد الأمح بتستورد السكر زي ما هو مكدين التقارير دي فندي بتقيس على مستوى العالم فلما يكون المحاصيل في العالم بتنخفض فالحكومات تقدر تشتري طيب دكتور مصطفى عزوري المقاطع لكن خلينا أوضح النقطة دي يعني حضرتك بتقول أنه إحنا بننظر للصورة الكبيرة وقت ما الأسعار في الخارج برة تنخفض ده هينعكس علينا مظبوط كده؟ مظبوط خلينا أدل حضرتك مثل تاني أشهر مثل الناس دايما بتتكلم فيه أسعار البترول في العالم كانت في أول الأزمة اللي هي الروسية الأوكرانية الحرب طبعا مشتعلة حتى وقتنا الحالي وتقريبا دي خنع على الشعر الاثناش تقريبا الحرب دي ابتدت قرب السنة أسعار البترول وصلت لمية واربعين دولار ده كان أعلى سهر ابتدت أنخفض النهارده بنتكلم في خمتة وتنانين دولار شو في حضرتك الفرقة قد إيه؟ لكن هشنا قدرتنا في الموازنة عندنا مثلا بنتكلم في سبعين خمسة وسبعين دولار كل ما الأسعار تنتهي يا فندم كل ما المواطن يحس إن فيه ارتياح إن الدولة ما بتغليش أو إن التدخم ما يزيدش ليه؟ لإن ده ناتج بنسميها التدخم الخارجي ما الأسعار جايلي من بره غلي حتى بتأثر على الدولة إن هي تشتري فيبطي يكون تأثيرها على المواطن والدولة بتحاول تخفف الأعباء عن الناس هي دي الترجمة يا فندم هي عبارة عن مراحل بتدور وراء بعضها البعض الأسعار في العالم بتنخطط فالحكومة تقدر تشتري بأسعار تناسب مستويات الدخل عندها ثم تترجم للمواطن وطبعا إحنا كلنا لو حضرتك شفتي التقرير بيقول إن الأزمة من خاصة روسيا وأوكرانيا هي اللي أشعلت مستويات الأفعار في العالم وهي اللي خلت سبب هذا الأزمة في مستويات الأفعار الكبيرة على السرعة الغرائية طيب يعني حضرتك كيف تقرأ المشهد الاقتصادي في خليل أولى الشهور القادمة إحنا بغاية دلوقتي لو يعني بنتشبث إن يكون في حل في الأزمة الروسية الأوكرانية دي لأن طبعا نعلم جيدا إن روسيا وأوكرانيا تقريبا بيصدروا أكتر من ربع المحاصيل الزرعية للعالم كله وهي تعتبر جزء كبير جدا من سلة الغذاء فطول ما الحرب مشتعلة الأسعار الثلع بالنسبة للعالم كله في ارتفاع أسعار النقل أو اللي هي الانتقال أو التبادل التجاري في ارتفاع التأمين عليها في ارتفاع فده بينعتص على الناس أفندي بمساعد أسعار عالية جدا وأكيد حضرتك تشهدي دلوقتي إن أوروبا النهاردة في عز الأزمة الاقتصادية دي عندها أزمة كمان غذاء وخلاف الأزمة الغذاء أزمة كمان في الطاقة فده بيأثر على الصناعة ويأثر على الموارد الأجنبية الأخرى اللي بتجلي الدول إحنا النهاردة بنتكلم أفندي وأكيد حضرتكم سمعتوا خطاب أكتر من مرة لفحامة الرئيس الأزمة دي إذا انتهت النهاردة هتحد بسوية من الصعوبات الاقتصادية في العالم كله وليس في مصر فقط وده اللي بيتنشده الدول لإلهاء الحروب أو إلهاء النزاعات اللي حضرتكم بتشوفها طبعا نشكر حضرت جزيل الشكر دكتور مصطفى بدراء الخبير الاقتصادي على كل هذه الإضاحات بالتأكيد يعني زي ما قلنا لحضرتكم خبر إيجابي خبر يدعو للتفاؤل وبنشهد يعني ما يحدث فيه المشهد الاقتصادي العالمي اللي بطبيعة الحال بينعكس علينا هنا في الداخل